لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الجمعين أما بعد نحمد المولى الكريم حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله ونسأله سبحانه وتعالى بإسمان الحسن وصفات العلا كما هي هذه الفرصة الطيبة المباركة مع هؤلاء الإخوة الأفاضل من المسلمين نسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا لقاء أدوم وأمتع وأسعد في جنة النعيم ولا شك أن هذه الاجتماعات على ذكر الله عز وجل هي مقدمة لاجتماع في جنة فالناس لا بد أن يجتمعوا كما قال ابن الخدو رحمه الله وكما أملت الفطرة الإنسانية فالإنسان بطبعه اجتماعي فإما أن يجتمع مع أهل الشر ويتعاطون الشر كلاما وفعلا أو يجتمعون مع أهل الخير ويسمعون أعظم الكلام فكأني بهم يقولون وهم في الجنة إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وغانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو المرحيم كنا قبل في الدنيا ندعوه لسبعا كلاما نردد آياته فليوم نجتمع ونقطف ثمار هذه الاجتماعات الطيبة هل مباركة اللي فهمت أن بيصلى صلاة الغائب على جنازة ماذا اللي تصدي عليها أقول لا الله يرحمها ويجمعنا وإياها وكل مسلم في جنة النعيم إذن بمناسبة الصلاة على ميت من المسلمين دعونا نتكلم عن الكلمة التي ينبغي أن نموت عليها وهي كلمة ماذا لا إله إلا الله أنا أود في الحقيقة أن يصير نوع مشاركة هذه اللي ترغبون لله يعني نصير في التحريك لذلك هي أعظم كلمة قيلت وأعظم كلمة من أجلها قذلت الأرواح ما الذي جمعنا على الصلاة لا إله إلا الله هو الذي أمرنا سبحانه وتعالى هو الذي أنزل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأوصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى إذن يذكر فيها اسمه أعظم الذكر ما هو؟ لا إله إلا الله بعض الناس اللي عندهم جهل يظنون أعظم كلمة الله 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 وبعض المخلفين من الصوفية يقولوا لا في كلمة بعد أكثر اختصار ما هي؟ هو 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 هذي هو إيش؟ سبحان الله لا إله إلا الله هي الكلمة التي نزل فيها القرآن هي التي دعا إليها سيدنا عليه الصلاة والسلام هي الكلمة التي دعا لها الرسل الكرام جميعا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوعي إليها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إذن هذه الكلمة يا أخواني من أعظم الكلمات لذلك صح في الحديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة نسى الله فضلها ودع الدنيا على ذا إلا الله لذلك قال العلماء أنها أول واجب وآخر واجب أول واجب على العرض أن يقولها عارفا بها عارفا لمعناها قائما بواجباتها وآخر واجب يدع به الدنيا أن يموت على ذا إله إلا الله ولكن بعض الناس بعض الناس أقول ربما يتصور أنها مجرد كلمة تقال يقول باش إذا جيتموت تكتب لي أو أي جهاز لا لا إله إلا الله أنت ألموه إلا أي جهاز يذكره مثل ما يوقع على جهاز يقول عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت لا لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وفعله ابني على حكمة لسا مجرد تحكم ومجرد يعني كما يصنع البشر حاشو كالفعال الصادر من حكمة سبحانه وتعالى يظلم يعني يشغل عنها الظالمين والظلم له أنواع من أسوأه ظلم التوحيد اللي بنوقع الشرك إن الشرك لظلم عظيم أعظم الشرك أعظم الظلم أن يظلم لإنسان نفسه أن لا يعرف قدر ربه لذلك ذكر أبن الجوزي رحمه الله من أمة السلف عجائب ممن ماتوا موتات سيئة وعنده ضجيج لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله لكن لم يسعفونه بها كان يحتاج إلى إنعاش إيماني قبل أن وصي لفضية يقول ابن الجوزي كان يقال عند أحدهم كل لا إله إلا الله ولكن يقول العشر وخمسطاعش العشر وخمسطاعش ثم يودع الدنيا وشبال عشر وخمسطاعش أيخوان نالية التجارة حلال الربا يعني تقرضني عشر آلاف أرجع لك كم خمسطاعش الربا الذي حرره الله بنسو قرار الربا أعظم من أعظم المبيقات نعود بالله عظمه النبي على حساب ممكنات تستقبح العقول مثل الجنة درهم ربا أعظم عند الله من ستة ذي زي درهم إذن يا أخواني هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تقال تدرك بعض الإخوان يستدل بما يسمون النصوص العامة والمطلقة في فضل إله إلا الله مثل قول عزيزي السلام كما ثبت الصحيحين من العبادة والصامد من شهد إلا إله إلا الله وحده ون شريكنا وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكريمة وكريمة ورخاه إلى مريم ورحم أدخله الله الجنة على مكان من المعمة وجرت كريمة وكذلك الفضل لإله إلا الله والنطخ بها وأنها تعديل كل شيء وهذه النصوص المطلقة العامة في فضل لإله إلا الله لكن علماء الشريعة يجمعون النصوص نص الشرحي يجمعهم مع بعض كما قال ابن الوارد رحمه الله الباب الذي لا يجمع لا تتبين أطرافه يأتي شخص ويقول يا وي لكن صليت ليه الله يقول فويل وليش المصلي أم تبق كمل جب النصوص الثاني كمل الآية أفسها يؤمن بعض يكفر وبعض لذلك العداء الآن الأمريكان وأدنابهم في المهارات الأسلامية يقدمون للناس وناس يأخذوا نصوص شرعية لأن يعرفوا الناس يعظمون القرآن القرآن يقرأ لكن ما عندهم علم شرعي يسعفهم لفهم النصوص ويجب له آية ويجب له حديث يمتقيه من هنا ويلبسون الحق بالباطن وفيه كتب في هذا الموضوع الشبكات الإسلام الديمقراطية اللي يقدمها الغرب الآن وجلدات وحودهم يقدم إسلام قنوات فضائية وناس معممين يأتي مشروعية حتى عقلهم عمام هذه وخلاص وجبه وخلاص ويقدم الشيخ ويصنعها لإعلام ويرمزه ويصنمه ويقدم إسلام مقصوصها الجناح مذجنها يبقي على هيمنة الغرب ويكتنه بالشعير وخلاص وإنت ولا إصلاح للسياسة ولا الشارع ولا الإعلام خطير الإسلام خطير الإسلام يفهم من كتاب الله وسنة رسول على أيدي علماء سفروا الشريعة وعاشوا بطر الكتب وهمهم الدعوة والإصلاح وليسوا ناص صنعهم الإعلام خرجوا من دواء الاستخباراتية والمظلمة ثم صنموا إعلام لا النصوص تجمع والأمنة على الجمع من شهد لهم الناس بالصدق والإيمان لذلك قال عز وجل فاسأله وإيش أهل الذكر سألي واحد هاي واحد يصنعنا لا بالم بي سي عزيزي الله ولا هالقنوات الاسخة خلاص مفتي والشيخ خلاص وتسلم دي وقل له أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال العلماء في الذكر كلام طويل منه المذكورين معدلين بالصدق والإيمان ما يكفي الصدق في الإيمان والجهل لا بد من الشرطين ذكر ذكر علمه اشتهر الصدق ولا أهل الله وراء فواضح اليوم مشترض دمته لا لا بد أن يكون معروف الديانة ومعروف العلم إذا كان معروف الديانة قال العلم شدد على الناس دعوة الوراء والأفضل والأحواط وإذا كان كثير العلم قال لل الديانة يشوفوا شهواء السياسة وش رغبات الناس ويجمعها دلة ويقدمها للناس ويصدقوا للناس إذن فاسألوا من؟ أهل الذكر ما تريد خطابي واضح كلهم واضح يا أخوان ما تريد خطابي ما تريد خطابي يقولونها فاسألوا أهل الذكر إيشا إن كنتم لا تعلمون ناتي الآن لموضوعنا شارت لا إله إلي الله كيف أفهمها؟ يقول العلماء قيدت فضاء لا إله إلي الله بالقيود الثقال وفي علم الرسول المطلق يحمل على المغيد أجي وطيبها النص بس فيه نصوص أخذ العلماء شروطا من الأدلة تقيد لا إله إلي الله عن الصلاة مثلا لو صلينا الأبها الجهدي ومتوضي نساتي العورة تقبل صلاتنا؟ استقبال قبل طيب كنتم لا إله إلي الله تنفع مجرد كلمة لا لابد من سبع شروط وبعضهم أضاف شرق ثامن سيئة الله ذكرني كان أسعفنا الوقت أنا متل كم تعطوني ثلاث ساعات إلى أربع ساعات كم تعطوني أخوانا؟ ثلاثة فالي والله أربع ساعات روعتكم بالأربع ريك إلى صلاة المغرب أمزح مزحي بالدرجة الأولى أردت أني يكفيني نصف ساعة كما تشبه بس هذه مدعاوة فقط سويت عصف شوية رجل بس درجة ساعات ساعات مصيبة ديون على أي خال الشرط الأول أن تعلم معنى لا إله إلا الله الله لم يأمر بالقول مجرد القول فقط القول قسم الإيمان ما يصح إيمان لن قول إلا الذي أبكم يعتقده أبدو ما يقول ما يستطيعه لكن إنسان يقول لا مقر ولا يقول ما يكفيه لكن فيه قدر زائد أن تقول بماذا لازم تعلم أن تقول بأي حقيقة سلك كلب البغاء يرد ما لا تفهم أبو جهل أبو جهل لما ضاق درعا بالنبي على السلام قال ماذا تريد محمد ماذا تريد لا تخص ماذا تريد سب سببت العالية عبت الدين خالفت الأجداد قال أريد كلمة واحدة فقط يا أبو جهة كلمة قال كذا كلمة قال قل لا إله إلا الله قال إلا هذا يعلم ما عمل أهل الله يعلم لكن برضو المسلم الآن يقول لا إله إلا الله ويطف على القبر في أحد الخرافيين اتدى كان من ضلابي كان يشجد الدروس بعد الفجر يقول أحدثك عنه كيف كنت كنت تتحدث يقول كنت نطوف بضريح في أحد الدول العربية هم من أحد الدول العربية نطوف في القبر وندعوه مهو بندعو الله عند القبر ندعو صاحب القبر وتكلم من في الضريح وقال أن الشيخ الآن موجود الآن ذهبي لمكة يطوف يقول بدت هيش أفكر أنا أعطاني عقلة قال يجي معه أنا جالسين نطوف على رجال رجال في مكة أنا مهو عندها الحين خلاله يجي من مكة ستقلنا راح لمكة الآن يطوفها وطوف العالم كله هم جالسين يطوف إذن فعلم أنه لا إله إلا الله هل اللي اللي يعتقل في الدستور الفرنسي والبيطاني وأن الزنة جائز عند التراضي واحد يقبل هذا منكر لكن شرعنة وتحويله إلى شرع هذا منكر أعظم وأن هذا فرية هذه كفر وزندخ دستور بلاد العربية أن الزنا حرار بالتراضي وأنا من يكون في بيتي الزوجيين فقط اللهم رحمة الله إذا نسب سبحانه على هذه الثورات ماذا في المنطقة أنه لو صح ووضع حكم التواغيد قلوا أمين يا خواني إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله أعلم ما قال قل القول مطلوب بس ماذا تفهم واشتقول وش معنى لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله هل يستطيع مسلم يجرى ويختصر عبادة في الصيام رمضان وحج حجة الإسلام وخراج الزكاة وبالس هذه العبادة بالس العبادة طاعة لله في كل شيء ادخلوا في السلم كافة مثل ما شرعا تحريم الربا شرعا ترد الصلاة نفس المعنى أعطوني فهم بهذه لأي بالله عليكم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأخيرة شو معنى يشعر الفاحشة أعطوني النموذج لها ابن تيمية رحمه الله في تفسير الآية في صوت النور يقول بعض الصالحين يشيع الفاحشة بعض الغيرين كيف قال يذكرون قصص الفواحش علشان نفلون الناس حصل كذا الجنة يقول هؤلاء يكرسونها يشيعون الفاحشة متهددين برسلها لأن كثر المس يذهب الحس كثر ما يسمع سيء شيء عادي مألوف وش رايك اللي يفتح القنوات الفضائية مثل وروثانا وروثانا عندها يعرف الروث الروث حق اللي بلاد البهاين هذي هذي تخدم تقافة الروث ولا وغيرها من قنوات القيوة الصديدة التي تمثها للأموال العربية تضخف أليس هذا مجاعة الفاحشة وش رايك الذي يرمي بنته في مجتمع موغوب الاختلاف أو ما يبالي يعني تربى في أي شارع في أي كون يظل البنت والفتاة بدون يعني دراية منك أو بدون توجيه خل جهنم شمع دذلة تشوير الكاثر لكن كونك تسهم في هذا وترضى هذه مظيمة أعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله مظلة ضخمة تهيمة على تصرفاتنا إعلامهم سياستهم ثقافتهم صلاتهم نسكهم كل شي هذا الإسلام اللي يخاف من الغرب وعدنابه هذا الإسلام مدخل في السلم كافة هذا الإسلام العز الإسلام التاريخ يسترجع صفحاته وتعود الأمة أمة المليار ونصف تذبح وتنحل في أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان في سوريا ويتفرج لو ينتظروا القرارات من عدوهم وخذ من سنة ونصف العدو يصلخ هذا إخوان ما فيه إسلام حقيقي وليس هذه دعوة للثورة قدر ما هي دعوة للثورة على المفاهيم البريدة والفهم الحقيقي هي المقدمة للتغييرات الواقعية فهم حقيقي إزالة الرواس بالفكرية هذه مهمة جدا فأعلم أنه إيش لا إله إلا الله وفي حديث عثمان في صحيح مسلم من مات أخمن ويعلم الله لدخل الجنة يعلم بس شي يقول لأن العلم يلزمك بتطبيخه تعود أن يكون العلم اللي لا ينفع أعلى من هذه الساعة لها طريقة معينة وتعاملها بطريقة وشغلها وغير بطارية أعلى من هذا أقربه معلومات تلزمني بشي أمام معلومات بس مجرد فقط أعلى من يستحق العبودية وأخضى عند الطواغيت وأنظمة الكفر وإيش الفائدة عندها أعلم استحقاق بالعباد والتشريع وتوجه لغيره إذن فاعلم أنه إيش لا إله إلا الله الشرط الثاني أطلنة العلم يا أخواني لأنه مقدمة مهمة جدا كل ما بعده امتداد ذهن مع أهمية الشرط الباقية اليقين العلم ضده إيش شفت الجهال أو دعام الإسلامي أنا لما أشوف الحجاج مليونين ثلاث مليون وشوف البدع والضللات أتذكر هذا الشرط وأتذكر حديث الله سلم ولست يا إسان موسفا أنه غثاء كالغثاء إيش السيفة هذا لو ينزلون بس نزل واحد على إسرائيل أغاقوها مثل ما قال بعض المفكري لو ينزلون تفلوا واحدة بس أغرقها سائق كده لكن فيه هنا سبو الله لهذه الله هو يصوت الشفيق أحمد الشفيق هذا الطابوت هذا ويأذن إلى الله عدو لله ورسوله من تلك أتحل في المجردان من أولياء الكفرة إذن نحتاج لنظة علم نحتاج لوعي نحتاج لجرعات من هو الوعي ولي تستمين سبيل المجردان استبانا لما أعرف مثلا الكتاب هذا مثلا عنوان أحتاج مكبر أحتاج تكبير للمفاهيم وأفهم أفهم وشي يجري ونزل وراء كتابه السنة على الأورام والعورات والحضرات حتى أعرف الطريق وأعرف إذن فأعلم أنه لا إله إلا الله وبعد العلم أيش اليقين أمتل يقين بهذه المعلومة إذن قال أتأمن آه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أكمل ثم أيش لم يرتابوا ما فيه ريبة ما فيه شك ما فيه ضعف للقناع هذه حناص من ذلك الله سلم يقول حفظ أبي وريرة من قال لا إله إلا الله صحيح مسلم مستيقنا بها قلبه دخل الجنة مستيقن بها قلبه ويترك اللي مستيقن فيه جنة مستيقن فيه رب ويقع عنده لو جاء خبر الآن من جهة باختصى أن فيه أسد منفلت من غابة أو من حديقة ويتربص وجائع ويلتهمل نطلع من هذا ونناخذ باختيقان شيء مستيقن كداب جهنم تشوي تشوي إن جنة حق والنار حق يقول الله سلم لذلك دعوني أعيده بآخره من شهد إله إله الله وحده وليش شريك له وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وقال إلى أمر يا رحب الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة واحد يش هالجنة حق والنار حق ما هو بعمل الجنة وحذب النار بيعمل لذلك أنا سمنا نظر قصتها بمشهورة ذكرها علماء السيرة ومنها بلطيب والله حتى أخذنا بلطيب في غاية الربعة يهمنا منها إنه من قارضي ربعا إني لا أشم ويشام رائحة الجنة خط جبل قال علماء عربية أن أنس شم الجنة لأن الأصل في اللغة الحقيقة وليس المجاز شم معروفة شي مشمو وهذا هو رهن اللغة وأن هذه كرملة أن العزوجن جعله يشم رائحة الجنة فتاقت نفسه الجنة فانطلق يقاتل واستقرت في الطعنات والرميات والضربات حتى تقطع إربا ولم تعرفه إلا أختيش ببناء تقطع الجسد وحلقت الروح إلى باريها لكن هذا هذا النزال والدفاع هذا جايد يعتقد ما بين بالجنة اللي يموت ليش كنت تأخر لذلك الآخر عمير بن حمام كان يأكل التمرات أو العرق عشان يتقوى به ثم رماكر قوموا يقول الله جنة قوموا لي جنة على الصورة الرضي في صحيح مسلم قوموا للجنة قدامك إذا أنت تعتقد وتستيقن في جنة ما في مجال للتراخي إيه ما صلي شراحة نصب شتراحة نصب الصراطية وصول للجنة إذن اليقين هو مقدم إليش العمل أمس عمل هذا العمل لأنه يستيقن في جنة وقيم أن الشم رائحة الجنة أنه يعتقد أنه ما بينه بالجنة إلا أن يموت تعبر عنها بحاسة الشم إذن هذا هو شرط الثاني كم ذكرنا من شرط الآن وما هما العلم والقي لابد لحفظها الشرط الثالث الصدق والصدق ليس معناها المختصر الصدق في الفتر في اللفظ في الصدق لا أوسع من ذلك هذا إحدى ثمارة الصدق الصدق في المواقف الصدق في المعتقد يا ربي اتجعنا بيكم من الصادقين إن الله مع لذلك تقوموا مع الصادقين لذا نقار لأولمان حبيرهم والأذي الله أن الله يعطي الصادق ما لا يعطي العامل قد يعمل هذا لكن فيه ما يقدر يرد تتوجه وقد ما يعمل العامل يحال بينه وبين العمل شيء ويعطى أجر العامل لذا قال عبد السلام من سأل الله الشهادش بالصدق أكمل بلغ وما تعرف ما خارب معركة بس في جدن في منازل الشهادش لأن الله يعلم يعلم أنه يدهمون في شبيل الله تستكثر هذا على الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى لذلك قال عبد السلام ما أنساء الله شهاده بالصدق بلغ الله منازل الشهادش وما تعرف طيب كيف يتميز الصادق من الكاذب ليس لفظيا في المواقف لأن كل يدعي وصلها بليلة ولكن الليلة تقر لهم بذاك تعرفون هذا البيت والقصة هلو أن يعرفون هذه ليلة جميلة الشاعرة وكانت أشهورة وكل يتحدث أنه جالس مع ليلة البارحة وسمر مع ليلة وكان عند ليلة وجهة ليلة فيسألون فيسألون الناس ليلة ليلة يقولون واحد عنده سهران ماسك الله عارف هو يبليش يقول لها حضوة وماعرف عند الناس كل يدعي وصل أنه على علاقة مع ليلة ولكن ليلة لا تخر لهم بداية تقول ما شفت ولدي عن إذن واحد وراء صاحب تضحية كيف يتميز العنكبوت نسجت هذا المعنى أعظم نسج أعظم نسج العنكبوت أولها ما افتتها حتى ما تدخل العنكبوت إذن تعرف شو الضريبة عرف الأم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يختبرون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين كان في زمين لي في ابتدائية قبل سنين أنا في العبد السادسة الآن وكان في نظام قديم في التعليم الاختبارات كلها طول السنة ما في فصل ولا شيء سنة كاملة كلها ثلاثين درجة ثم اختبار نهاية سبعين درجة نختبر ستة اختبارات وقبلها ثلاثة اختبارات فكانوا يعني واحد طالب بليد نسأله ها كيفك الحساب قال مئة في المئة سبعين من سبعين والعيوم سبعين من سبعين والغرب سبعين من سبعين يوم طلع الاختبار النتيجة في عندنا نظام المكمل والراسب المكمل اللي نصف المواد وتحت يعني يحقلها دور ثاني راسب ما يحقلها دور ثاني يعني يخلها الموت ساقط يقول ويقول سبعين من سبعين كيف عرفنا هذا مختبار طلع على إذن كل يبدأ يوصلا بلينا لكن المواقف تكشف أنا صادق أنا ورق تيجي المواقف يتكشف تديو الرخيص إذن لابد نضخ معاني من الإيمان والصدق حتى ننجح في اختبارات الله سبحانه وتعالى التي هي بوابة للجنة تخرج من صارة الدنيا إلى الجنة على طول ما هو إلا الدكتوراه ولا موظيفة ولا إلى الجنة سبحانه وتعالى يجعلون يكون ننجحين عنده سبحانه وتعالى الصدق يا أخواني الصدق من سأل الله الشهادة بالصدق بل الله منازل الشهادة ويل ما تعالى بغاش سبحان الله وقال الله عليه وسلم بشر يا باه ويل من لقيت وراء هذا الحال بأن قال المستخدم خرجنا هذاك اليقين لأتقاد هذا التطبيق إذن ثلاث شروط العلم واليقين والصدق الشرط الرابع يقول فاضل القبول الصدق ضده الكذب العلم ضده الجهل اليقين ضده الريبة والشك القبول القبول شو سر ضده الرفض الترك يرفض قال عز وجل أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ليش الأظواطم السياق الحشر النار ذلك بأنهم كانوا في ذا لا إله إلا الله يستكفرون ويخونا أين نتارك إلى هذه النشاء المجرون تحول من دين الأجداد إلى دين جديد كنا في نيجيريا كانوا عام 1416 عام 96 وفي هنا الدعاة ما شاء الله دعا قبائل وثنية والإسلام وأسلم كان معنا مترجم باللغة أقول ليش أسلمتوا مش كنتوا تعبدون قالوا نعبد الأشجار من يبقى تعبدوا الأشجار قالوا أهلنا قالوا الشجرة تأكل منها وتبني منها بيتك وتستضل بها وجميلة طيب وبعدين كيف تعبدونا قالوا نطارعين الغابة للصيد ولا نسجد نحطه نبتة كدام الكوخ نسجد له نتمتم ونعبدها وإذا جينا في آخر النهار نسجدها طيب كبرت هذه قالوا نقطعه سبحان الله طيب ما دعاكم أحد لدين آخر قالوا والله جان النصار قبلكم يعني مئتين شئة بس قالوا تتركون الشجرة وعبدوا بيسا يسوع المخلص قالوا الله ما يسوأ من المخلوق إيش إلى مخلوق نترك ديننا وهجل ججدان وتاريخنا من مخلوق بعد اسوأ تغير لكن لما جاء دعاء التوحيد اتركوا للشمس والقمر وعيسو إلى أين تسوأ التغير تسوأ النقلة تركوا كل شيء لكن بعض الناس اللي عندها رواسب وعندها لوثات وعندها التعلقات يصعب يتحول إنه وجدنا آبان ايش على أمة وإنه على آثار ايش مقتدون صعب يتحول ما يقبل لذلك تخيل وره سلم رب الصحابة طالعا الاسلام وينزل كان مو جرد معلومات كان تطبيق كان رسلهم يختبرهم عند التطبيق يعني من قد يعرفون الدلالة بس بس التطبيق صعب ترى يحتاج إلى التدريب يحتاج إلى قدرة فكان العرب كما تعلمون يعظمون تزويج ذات النسب من النسب غير معروف عبد مملوك وكانت زينب بنت جحش قرشية ذات حسب ونسب ورسلهم يريد أن يزوجها من زيد ابن حالث زيد مولى والرسول يأمر بهذا الزواج من قضية الله يأمر بالزواج لا يعني من قضية الآن تختار مثل ما صلي ثلاث المغرب ثلاثا تقبل زيد زوجا عبد الله بن جحش من شهداء أحد قبر الشاهد على بلاء الحسن ما زال لكن صار يشه في نفس الشي وصار في نفس زينب فنزل قرآن في قضية الزواج القضية جزئية لكن القضية مفؤومة ومن قضية الزواج وما كان لمؤمن ولا مؤمنة من ذري ما هم يا خالي زينب ومن عبد الله أقرأ التفسير وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خيرة من أمره ما في اختيام يش كاعد شرك في تعد الزوجات كفر الزواج دا تحكم دا وش راك في قوامة الرجل مرة ردة السؤال كل مرة ما تقبل زوج بتزوج كيف علي لكن الحكم من حيث هو كفر وردة حسطيبانة تصوير ديمقراطي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم تقبل ولكن ترتد كما تقود إلها واحدا تقبل مشرعا في كل قضية أليس كذلك يا قواني إذا القبول وبعد القبول يأتي الأنقياد الأنقياد فلا وربك أنا أسأل آيها معروتنا أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ثم لا يجليش حرج من الغضاية حتى ويضبك شر لذة أكيد حكم الله خير أكيد أن هذا الشرع لا خير فالرغبين زوجتك طلق ثلاث خلاص ما يدعي لازم زوجة آخر السلام تعلق فيها إذا يا أخواني الشرع كله خير بعد إذا قبول الأنقياد الأنقياد وشهو أصلا الأنقياد وشهو ما هو نفس الإسلام نفس الإسلام هذا وأنا مسلم مسلمين شو أنا مسلم الإسلام هو الاستسلام من الله ومن يسلم وجه الله وشهو المستسلم بذلك أرفع عيدة أرفع عيدة كلبش هذا استسلم كرها أنت ينبغي تستسلم طوعة لله السموة تستسلم لله إيه في طوعة قالت إيه تلي طاعين الوعوش تحشر الضواري تحشر وانت إيش ما تستسلم لله إيش ما تستسلم لله الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والبرائش والانقياد الطاع والبرائش ونشترك هذا الإسلام ومن يسلم وجهه لله الوجه هو عبارة عن إيش استسلام الحواس والفكر وكل ومحسن فقد استمسك بعروة الاذقال إيه لإسلام أما تقول الله أنا باستسلم لله في الصلاة للعصر أربعا ولن استسلم لله أن الربع حرام تستسلم أن تكون شيء تم قد له في كل شيء كما شرع العبادات شرع المعاملات سبحانه وتعالى وحكم الأحكام وضع الضابط وكل نسيج بإسلام نسيج ما يعمل فعله إلا أن يوتى كله أما تكون باعتك أربعا هذا ليس الإشلام هذا مجزء من الإشلام إذن الشرط الخامس ما هو يا أخواني هذا النقياد طوت عليكم وصلنا إلى الأربع ساعات وبدأ بنا الشرط السادس ما هو المحبة والبغض اللي هو الولاء إيش البغض هذه من العقاد اللي ينسفها الأمريكان وذنبهم إنسانية وكلنا السواسية يخذ العبارات اللي تضرب في الآيات تضرب في الصمي يقول اسمع المعتيق ونأمة السلف يقول ما رأيت مسألة أبيا في كتاب العز وجل بعد الشرك والتوحيد من الأولى والبراء بين وضوح الشمس يا رابعة إيش أنها أكثر من عشرين دليل من قراء فقط فسروا لهذه البلاد فسرواها كان فيه مؤتمر مرة كان فيه مستشربين وبعض المستغربين ودخلت بهذه المداخلة فقام واحد من هؤلاء الأدناب وكان على كرسي يدوار ورجع عن المقرفون تسند عن الزمن قال ما دام فيها العقول ما نصدع أن تحاور فقال للمقدم يقول تحاور فيها رأي ثاني متطاقف رد عليه الله يقول رد على الله كنت الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم والآخر ليش يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناء أو أخرون عشر يجيك هذا يجيك العموات اللي والله أمر بالأخلاق معهم لا ينهى المقاتل يقول هذا البر والتعامل غير الرسول زار اليهودي حب الله يعني حب الدينة طبعا في هداية ترى خرج الله سلم متهلل كما عن مسلم الحمد لله الذي أنقض ربنا ذهب عشان يتبطح معه ويقع ضحك ذهب لانقاله من انتشاله من الكبر عليه الصلاة والسلام إذن يا أخواني الولاء والبراء هذا من القضايا العظيمة إذن قال علماء أن القلب ينبغي أن يكون ورح تغضر كافر تعال معه بلطف أمر آخر إذا لم يكن محاربا ولا عدوا ظاهرا يجيب على الطيب سوش تكلاف ركب كيف يا أخي تعال معه أنت خيدوا يا أخي شباح الله الآن الإنسان أنت في عمدنا في شركة زي؟ موظف في شركة وتكره واحد تفكر ودك تسحق وتسحق ما تعرف تعال معه وانتكره تعال ولا ما تعرف حتى عائشة مرة دخل عليها رجل وألان له القول وقال بأس أخو العشيرة فعائشة صار عندها صحيبه خالي صواته قلت رسول الله ألنتنا نقول وعطيته وجه وقلت بأس أخو العشيرة قال شر الناس في عائشة من يتقش لفحشي تخلص عاطبنا الكلام وقلت بشكل مشكلة هلأ ازدواجية فشناهم ازدواجية هلأ خرجنا كده سبحان الله إذن يا أخواني الولاء والبراء مسألة الساسة لذلك من فروعها أن بعض الناس يرى أن الآن مع الكفار مجرد فقط مصالح سياسية وقضايا ولا تصحيح هلأ شفت المجلة في سوريا ما يصحى أنا ذك الراحة المفكرين اللي ما يرون بالقضية الولاء والبراء لما جاءت حداث البوسن وفرسك أيام سبريتسيا وقل أثرهم أعداء لنا النصارى تويكتش من النصارى عجب الحمد لا يكتش فيه هذي من يونزر القرآن لا يرقبون فيه مو من ليش إذن أولا بشي زر القرآن بشي زر القرآن بشي زر القرآن بشي زر القرآن سواء فيه أذكر والد الله يرحمه يقول لي أنا أبوك أبو الوالد حافظ القرآن يقول لكم هذا القرآن الدين ساكنة لعب له يا إحياء أخذ الكتاب القوة إنه لقول فصل ما هو بالهزن تسروا لي يا جمع ساعدوني يقولون يفهم قد بلت البغضاء من أفوائهم وما تخفي صدوره مايش قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامنا قل موتوا بغيظكم إن الله علينا تسروا ليه نزلت في ناس أنت روهم من تاريخ وراحة بالرومان والقدمان ولا قابلة للفهم إذن الولاء والبراء يا أخواني إذا كان الله ستلم أوثقوا عن الحب في اليوم وإبقوا في الله لكن هذه ليس دعوة الإنسان المنطول وكذلك يخترت مع الناس وشاوش عندنا عندنا الملكة بشركم خذوا بشارات يسلم عشرات اللوف من الكفر والله العظيم يا أخواني والذي لا إله إلا في بعض المكاتب عندنا في الرياض بس بعض المكاتب من عشرين مكتب يسلم بعض الأحيان في الدقيقة كده صينيكين بالمئات بالألاف شركات عندنا في البنيين ما يعدونه لحصون بس دعوة صحيح ناجم فرغين من شغل ما ناجم من مؤسس بعضهم يقول أبد فقط عندك عامل نبغى منك خدمة واحدة فقط عطنا التلفون بس الجوال حقه وكثة خير وفريق من الدعاة سواء من الوسائل العام الجديد أو مكاتب ما شاء الله كلهم باتصار كزويل يسلمون بابتسامة بكلمة بخدمة حتى واحد من الدكات رح من الأخوة فاضل يرسل رسائل دائما خمسمائة رسائل يوميا زالما خير دعوية ثم مرة أرسل رسالة إذا كنت في مأدوبة وباقي طعام شو إذا كان فيه صحن نظيف أو طبق اللفة بقصدير وأي عامل في فقراء في مساكين اللي عمل الوافدين تعطيين يقول أحد يقولي الدكتور هذا يقول رسلتها لأحد الأخوة وكان فيه مأدوبة قدرا وشاف فيه طبق نظيف لفه وخرج بسيارته وخرجوا الناد وطارع بيته وشاف لعامل من البسطة المساكين اللي طواهم الجوع توقف عنده وابتسامة أعطاه يقول بعد 24 ساعة 24 ساعة يقول ما كان لي هدف يمشي مع هذا الطريق بس كنت أفكر ومنشرت في الطريق ما أريده فإذا نجد العامل يقول عرف السيارة واستوقفني قال أنت لعنا ترك الطبق قال كنت جائعا كاد يقتلني الجول وجلست وفكر بعد ما شبعت أن هذا المسلم أكيد دينا الصح وقررت على السلام وأسلمت هذا الإشلام ما هو بالإسلام تجد ولا تفجر لا هذا الإسلام دعوه وقررت على الكفار هذا التدمير لكن كان معركة غايتها واضحة وصار في عدو كافر نختل أما نتعلم معهم نتعلم بلطف لكن من قلبه إيشها ينبغي أن يكون واضح ولا قبراء نعم الشرط الأخير ويش توقعون الشرط الأخير لكما ستة وفي شرط ثاما بعض العلمان الإخلاص الإخلاص إيش الشرط فاعبد الله إيش مخلصينه الدين إذا كان تطلعات ثناء الناس وتطلع لفلان وعلان فالله عز وجل ليس مجرد ما يقبل هذا بل ينكل به شبه وتعالى ويقول له اذهب الذي كنت بترونه في الدنيا إذا وذل عنه بجزان أنت صلي لني صلي لله لله ولزم عودي بالله عودي بالله ترك علم لغير الله تحصل صلاتك لغير الله إذا استرسل مع هذا الموضوع يصل لحد الشكل أكبر كان نصلي لغير الله إذا شفحت صلى إذا ما شفحت ما صلى عودي بالله فاعبود الله وقال لك رسلم سأل أبو غريرة في كتاب العلم قال من أسعدنا بشفاعتك رسول الله قال رسلم والله وانت وقال ما يسأل إحدى هذه السؤال لك فعلا كان برسلم يقول الله ظننت هذا السؤال ما يسأل لأنت من أبو غيره حريص هايكس ما يروج لبعض السفرة ذول اللي يطعنوا في معاوية وغريرة التفتفين اللي صنعهم العلاما وصنمهم طلعوا كذا سبحان الله العظيم يطعنوا في الصحابة الصحاب دروس لزكرهم الله عز وجل سبحان تا إله إلا الله سبحانك هذا أبو غيره عظيم فقال الله شرب لي وظننت يا أبو ما يسأل إحدى ذلك هالسؤال حق الناس بشفاعتك رسول الله وش كان جاب الله وسلم مخلصا بيقلب وغلب وخالب من قال مخلصا بيقلب لا أولد به إلا وجه الله ما أولد به يتزل فيها لحد ولي يتقرب لأحد يتقرب إلى القريب سبحانه وتعاله الله العظيم المستحق في العبادة إذا اجتمعت هذه الشروط وبعضهم يضيف مثل الشيخ حافل حكم إن شاطة ثامنا أن يكفر بالطاغوت أيهاد إذا قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن في الله قدم كل الطاغوت وؤمن بالله وتتهادم لا تبر فقد استمسك ويعرضوا وإذبون ويدعون اللهم اللهم سكر رعبهم وأمن خوفهم اللهم عجل بنصرهم اللهم عليك بطاغوتهم بشار اللهم بشرنا بهلاكه وخزيه اللهم عجل بهلاكه ومن وله سكت عنه اللهم يا حي يا قيو اللهم كما جمعتنا ولا لأخوه الأفاضل المصلين اجمعنا في جنة النعيم وأنا خير دعوانا أنا الحمد لله وعب العالمين صلى الله وسلم عاثبين محمدين وعلى آله يوصي مصدرون وإذا فيه السؤال فضر تدرون خلص خلص بس هل سيت سلسوان ما هي شروط شكرا شكرا على العزب تلك الله خير آه ما نعيد الشروط خلالتعاون جمع هيا يا شيخ كتبتها عشاء الله غير شي سلامي العلم اليقين الصد أن طول الإنقياد ولا عبرها الإخلاص ثم الأخير اللي ذكر حافظ ذاك الله خير ذاك الله خير ذاك الله خير الحمد لله بارك الله فيكم